السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالنصراني أبو شنب أورغانيك حفيد رحاب ورعوث وثامار ومتل ما كنا بنعرف انه من هالنسل الداعر اجا الفافي سو سو يالي كان بيتكئ على حضنه الرجال وأبو شنب أورغانيك عمل بث مباشر مدته أكتر من ساعة ليهم الناس انه عأساس رد علي وعم بيتهمني انه أنا ما ردات عليه ببعض النقاط وللأسف هو نسي وعدي إله انه مجهز لهدية على كيف كي يوفه فخلونا نسمع شو قال أبو شنب أورغانيك لنرجع نعلقه جم إليه على صليبه ونكشف جهله وكذبه تدليسه وخداعه المهم جماعة بيقول انه هو حينسي في الكلام بتاعي أنا جبت على رسالة يوحنا التأكيد على أصالتها هو اقتباس تلاتة بس من الأباء يعني وسط اقتباسات كتيرة جدا بالهبة اللي لاحظ صليب جبت اقتباسات كبريان أو كبريانوس وقديسة بابا أسانسيوس وهيرونيموس ونا جبت التلات اقتباسات دول بس تمام؟ فبيقول ده بيوهمهم طيب رد بقى على إن الاختباسات دي مست صحيحة وإن عسانسيوس ما قالش كده مفيش رد وفيه أباء كتير تكلموا على الفصلة دي وخلينا نفتح إيدينا ونمسك تاني من الأباء اللي تكلموا على الفصلة دي ومن اللاتين كمان لأنه قالك من اللاتين وجايب يوحنا الدمشق اللي هو في القرن التامن وحنلاحظ إنه حتى الأباء الأوائل يلي ما استشهدوا بهذا النص ما قالوه كمان نذكور أساميهم فعلى سبيل المثال للحصر حنبدأ من الآباء اليونانين يلي استشهدوا بهالنص من غير أي إضافات زادي كلماندوس السكندري عام 215 أوريجانوس عام 253 كيرلوس السكندري 444 ديونيسيوس القرن الخامس يوحنا الدمشقي 754 وبالنسبة للأباء اللاتين حنلاقي أمبروسيوس 397 غوستينوس 430 فاكوندوس 571 ريباباتزم 453 خلينا ناخدهم كده إحنا جيبنا تلاتة خلينا نبدأ ده اقتباس كيبريان ده اللي احنا قرناه خلينا نجيب تاني ننزل كده تاني تكلمنا على هيرونيموس أسانسيوس وكيبريان كيبريانوس اقتباس والنص يزيد عليهم كمان ترتليان وترتليان من مئة وخمسين لمئتين وتلاتين ميلادي وهكذا العلاقة بين الأب والابن وبين البركليت الروح القدس تنتج ثلاثة أقانيم مترابطة يتميزون الواحد عن الآخر هؤلاء الثلاثة هم واحد في الجور ليسوا يقنوا من واحدا كما قيل أنا والأب واحد فيما تعلق بوحدة الجور وليس وحدة العدد ده ترتليان هدي كده أربعة وخلونا هلأ ناخد المصادر يلي هو عم بيشد ظهره فيها ونراجعها سوا لنتأكد مننا هل هي صحيحة أو لا علما انه هو جاي بصورة حدا كتب له إياها وما عم يستشهد من الكتاب نفسه ولكن ليهم الناس انه هو فاهم كل شي وقاري كل شي ولهاك هو حاطط الاستشهادات تحت كل مقطع المصدر الأول عم بيجيبه عن ترتليانوس من مئة وخمسين لميتان وثلاثين ميلادي وخلونا نفتح المصادر ونشوف بهالمقاطع اللي عم بيحكي عنا وعم يستشهد فيها ترتليانوس ما كان عم بيحكي عن الفاصل اليحنوي ولكن عم بيحكي عن إنجيل يوحنى بالحاشي بنشوف رقم 8 عم بيطلب بنا انه نشوف المقطع الثالث والمقطع الثالث عم بيحكي عن إنجيل يوحنى مش عن يوحنى الأولى ولو قريته الصياق من البداية للحاشي حتلاقيه ما فيه أي استشهاد من ترتليانوس لرسالة يوحنى لا من قريب ولا من بعيد وحديثه كله كان عن إنجيل يوحنى وبهالحالة بتكون أعدتي أبو شنب على خازو أم أدس ومحفور عليه صليب وكمان بشرطة ولكن بنصحك إنك تحط عليه شوي من زيت الميرون تيسهل عليك العملية جاي بالمصدر الثاني للقديس كبريانوس 258 ميلادية والعلماء حاطين بالحاشي يوحنى الأولى الإصحاح 5 لعدد 7 خلونا نضغط عليها ونشوف شو هيطلع لنا بيقولوا إنه عبارة في السماء الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض هالإضافات من لقيها بمخطوطات متأخرة زمنيا بمعنى إنه كبريانوس ما كان عرفان عنه أي شيء ولكن كان أصدو على العدد رقم 8 وانسأل الدكتور المتخصص بالنقد النصي بارت إيرمان عنها الفقرة تحديدا المتعلقة بكبريانوس وكان أساس الموضوع بعنوان مشاكل نصوص التثليث في ترجمة الملك جيمز يلي هالبغل عم يستشهد فيها ورح ترجم الحوار بالحرف الواحد بيقول السائل لا يوجد الكثير اليوم ممن يدافعون عن الفاصلة اليحنوية لكن من بين أولئك الذين يفعلون ذلك فإنهم يستشهدون باقتباس في غاية الأهمية لاحظوا أن كبريانوس اقتبسها بالفعل علما أنه عاش في القرن الثالث سيكون ذلك مهما إذا كان صحيحا كيف يستجيب العلماء الذين يرون أن الفاصلة اليحنوية ليست أصيلة ولا تعود بالأصل لرسالة يحنى الأولى ولكن تمت إضافتها في القرن السادس عشر تقريبا إلى تلك النقطة المتعلقة باقتباس كبريانوس ورد عليه الدكتور بارت لقد مر وقت طويل ما هو المرجع الخاص بكبريانوس؟ رد السائل على الدكتور وحط له المصدر وحط له الاستشهاد وعم بيقول تحت الاستشهاد تابعه المقطع الأول الذي يقتبسه كبريانوس من يحنى الإصحاح عشر العدد ثلاثين وفي المقطع الثاني قال آخرون هو يحنى الأولى الإصحاح خمسة العدد سبعة وركزول على كلمة قال آخرون رد عليه الدكتور وقال المقطع الثاني يعود ليحنى الأولى الإصحاح خمسة العدد ثمانية ولكن في النص الأصلي في الأصل يشير إلى الروح والماء والدم لذلك قد تعتقد أن كبريانوس يشير إلى الإضافة اللاحقة المتأخرة يلي أصد فيه النص المحرف والإنضاف بوقت متأخر زمنيا بنكمل ولكن بالأساس لا نجد الآب والابن والروح القدس ولكن الآب والكلمة والروح القدس في التقليد اللاتيني ولو نرجع للنص اللي عم يستشهد فيه هالبغل حنلاقي أنه موجود الآب والابن مش الكلمة مثل ما هو موجود بكتابه الحالي ولكن موجود الابن حنكمل إذا كان كبريانوس على دراية بهذه الفقرة فإنه سيقتبسه وسيعرفه الشكل اليوناني يعطي الآب والكلمة والروح القدس لذلك قد يكون من يحنى الأولى لإصحاح 5 العدد 7 اللي هي الإضافة متأخرة أو يكون القصد تفسير كبريانوس ليحنى الأولى لإصحاح 5 العدد 8 بالأصل خلونا نشوف مقطع من مناظرة لبارت إيرمان ودانيل والس وخلونا نشوف شو حيقول عن الفاصل اليحنوي هل هي موجودة أو لا 1 John chapter 5 verses 7 and 8 in the King James Bible refers to there are three in heaven the Father the Word and the Spirit and these three are one that's in the King James Bible but it's not in the Greek manuscripts you get it it's actually in a few Greek manuscripts and it's in Latin manuscripts which was at the heart of the Latin Vulgate it's an important verse because as I said you can intuit or you can reason towards the Trinity from other passages in the New Testament this is the only passage that explicitly teaches it and it wasn't originally in the New Testament Dan and I do not disagree on this point this verse was not originally in the New Testament is it an important verse? well it was for my grandfather when the Revised Standard Version came out in 1952 he went through the roof because it didn't have the teaching of the Trinity they took out the Trinity this was a huge offense we both agree on first John 5-7 in the King James Bible it reads for there are three that bear record in heaven the Father, the Word, and the Holy Ghost and these three are one as Bart said this would be the most explicit statement about the Trinity in the Bible but it is definitely not part of the original text and this fact has been known by scholars for half a millennium like what did you find out فسعيد أبو شانب أورجانيك بنزل مقطع عم يستشهد فيه من عدة ترجمات قديمة قبل الفندايك وبيقول إنه الفاصل اليوحنوي موجودي خلونا نشوف ونرجع بالبث المباشر كان عم يستهزق فيني لأنه كنت عم بيستشهد من ترجمة الحياة طبعة السويد فخلونا نشوف شو هيقول ومن بعدها هنعرض الفيديو يلي كان رافع على صفحته ترجمة الحياة اللي هي ترجمة عربية طبعة السويد اسمعوا بقى أنا بوهمكم بقى خلينا خلينا نبص هو قال الترجمة العربية جماعة ركزوا الترجمة العربية سامعة والنص مش موجود بس غير في البندايك والحياة وترجمة الحياة الطبعة السويدية ركزوا انتوا بس في الحياة الطبعة السويدية ترجمة الحياة اللي هي ترجمة عربية الطبعة السويدية اللي هي ترجمة عربية أخدين بالكم توقيتها دي طيب ما أجمل رجليك بالنعلين يا حفيد الزواني دوائر فخذيك مثل الحلي صنعت يدي صناع سرتك كأس مدورة يعوزها شراب ممزوج خصيك كخشفتيت وأميض بها ما أجملك وما أحلاك أيها الزان باللذات قامتك هذه شبيهة بالنخلة وخصيك بالعناقيد قلت إنهم يصعدون إلى النخلة ويمسكون بعدوقها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عم يتهمني إنه أنا ما عندي دراي بالترجمات العربية الأديمة خليني بالبداية أعطيه عدة خوازيق طالما إنه هو من عشاء خوازيقي لنشوف أول شي من قناتي على اليوتيوب شو موجود حتلاقي إنه أنا عندي حلقة كاملة من 11 شهر من هلأ فيها تراجم تاريخية نادرة للكتاب المؤدس وفيها عدة ترجمات أديمي وأقدمها بتعود يلي هي طبعة روما لعام 1590 فهالخروف منه عارف إنه كل هالتراجم اللي عم بيقتبس منه هي تراجم عن نسخ لمخطوطات متأخرة زمنياً لأنه بالأصل هالخرفين ما عندهم أي مخطوطة بتعود للقرن الأول ولكن اسمحولي أعطيه خازوق ثالث ورابع حيطلع من شنبو لها الأورغانيك نقرى من طبعة للعهد الجديد بتعود لعام 1616 هنروح للفاصل اليوحنوية الموجودة بصفحة 603 هنلاقي إنه رقم سبعة باي باي لندن ما إلو أي أثر والشهود ثلاثة الروح والماء والدم وهي الثلاثة واحدة هناخد كمان طبعة أديمي لترجمة الفندايك بتعود لعام 1877 خلونا نشوف شو حيقوله بنلاقي إنه النص المحرف موجود بين أقواز مثل ما هو موجود بالطبعات اللي هو عم بيستشهد فيها ولكن عم بيحاول ينصر دينه بأي كذبة خلونا نروح ننزل للحاشي ونشوف شو بيقول في أفضل النسخ اليونانية والترجمات القديمة والآباء ترك بعض ما ذكر في عدد سبعة وثمانة وقرئ هكذا فإن الذين يشهدون ثلاثة الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة يتفقون في شيء واحد فترجمة الفندايك الأديمي عم تعطي سعيد أبو شنب أورغانيك خازوه امرتب على كيف كيوفه فات من شنبه وطلع من أفاه وشرخ صليبه أبو شرطه خلونا نكمل بمسح الأراضي بهالنصراني عم يجيب المصدر الثالث القديس أثاناسيوس عام 373 من موقع كينج جيمز فيرجن والمصيبة لمن يستشهد من موقع أو مقالة هو منه فهمين وين الله حاطه فالموقع يا بهيمة الأنعام عم بيقول إنه احتمال تكون هالعبارات مزيّة فيه ما قالها بالأصل أثاناسيوس فيريت تقول للتيوسي اللي عندك ويلي عم بيساعدوك إنه يقروا المكتوب منيح قبل ما يعطوك لتشتر مثل الأرانب وإنت بالأصل منك عارف وين الله حاطك وعم يستشهد هالبغل من مخطوطة فلدنسس الخاصة بجيروم وخلونا نشوف من نفس الموقع يلي هو عم يستشهد فيه بالسابق وأنا على يقين إنه كل شغله بيجيبه من المواقع عم بقول إنه النص يحنى الأولى الإصحاح 5 العدد 7 بمخطوطة فلدنسس لا تحتوي على الفاصلة اليحنوية والنقاض يرفضون تأليف جيروم كانت الفاصلة اليحنوية معروفة بالتأكيد لكاتب إيطالي كتب المقدمة في وقت مبكر من عام 546 بعد الميلاد بمعنى إنه منه وحي إلهي ولكن مثل ما قاله العلماء كانت موجودة بالهامش خلونا هلأ ننتقل للخازوق الأعظم عم يستشهد هالنصراني أبو شنب أورغانيك بقديس من القديسين ويلي اسمه هيرونيموس خلونا نسمع شو حيقول لنرجع نرد عليه وده هيرونيموس اللي هو في القرن الخامس منتصف القرن الخامس من ربماية عشرين و ربماية عشرين و ربماية عشرين و ربماية عشرين بيقول فإن الذين يشهدون في السماءهم ثلاثة الأبوى الكلمة و الروح الخدس في المكان الذي نقرأ فيه عن وحدة السالوس الذي هو في رسالة قديس سحنة الأولى الذي فيها أيضا أسماء الثلاثة الماء و الروح الدم حيث يضعونه اليونانيين في نسخهم و يحذفون شهادة الأب و الكلمة و الروح القدس الذي يتضح فيه الإيمان الكاتوليكي و الجوهر الواحد للأب و الابن و الروح القدس ده كلام من كلام هيرونيموس خلينا ناخدهم كده احنا جبنا تلاتة وفيه أباك كتير وجيروم على فكرة بالمناسبة استشده بالفصلة وجيروم على فكرة بالمناسبة استشده بالفصلة متل ما نحنا شايفين بالصورة تابعته ياللي حاططه عم يستشهد فيها ان الصورة مقصوصة و اسمحولي فرجيكم الصورة الحقيقية و من بعدها حنكتشف من هو هيرونيموس متل ما شفنا انه هالجاهل ابو شنب أورجانيك حفيد رحاب و رعوث و ثامار منه عارف انه هيرونيموس هو نفسه جيروم وهذا دليل انه هو جاهل و عم ياخد مساعدات من هون و من هون خلونا نشوف فيديو قديم اله و نرجع نكمل حابب اعرف من حضرتك شو اقدم مخطوطات للكتاب المقدس كاملة تضمن العهد الجديد او تشمل العهد الجديد اقدم مخطوطات للكتاب المقدس تشمل العهد الجديد نعم كاملة كاملة عهد اديم وجديد لا عهد جديد عهد جديد بس اقدم مخطوطات للكتاب المقدس عندك الصينائية والسريانية والقطية دي اللي تشمل العهد جديد اخدت بالك اما اللي تشمل العهد القديم والجديد اقدم مخطوطات تشمل الكتاب المقدس كامل و ممكن يكون فيه اقدم منها يعني بس دي لحضرة في ذهني نسخة الفول جاتا بتاعة القديس جيروم و دي بترجع للقرن الرابع الميلادي و موجودة في متحف في الفاتيكان متل ما شفنا انه سعيد ابو شانب اورجانيك ما انه عارف وين الله حاطه و قطيع الخرفان يلي عم بيطبلوله ويزقفوله كمان منه مفهمنين اي شي اهم شي عنده انه جيب مجموعة اسماء ليهم احفاد سوسو المذلول المضروب والمبسوق على وشه والمضروب على افاه و يلي ساقوه مثل الخاروف و لبسوه قرمزي و عروه و تعلق على الصليب مهان و قتلوا الرومان عم تفهم يا حيوان فلا تحاول تعمل حالك فهمان و هلأ صار وقت انه نعطيه خازو و حيفوت من شنبه و يطلع من عند الاسيس يلي رشمه هنقرأ من كتاب للعالم اللاهوتي بروس ماتزيكر يلي هو محرر للكتاب المقدس بهيئة جمعية الكتاب المقدس الامريكي و كان من علماء اللغة اليونانية و العهد الجديد و العهد القديم و متخصص بالنقد النصي النقد الاعلى و تفسير اصل الكتاب المقدس و عم بيحكي عن الفاصل اليحنوي و المسكور قدامنا بالنص بدون اضافة التحريفات و عم بيعطيها القراءة اي معناها الاصيلة بدون اي اضافات تاني عم بيقول بالرقم اثنين هذا المقطع لم يقتبس من قبل اي من الاباء اليونانيون القدماء الذين لو عارفوه لكانوا بالتأكيد قد استخدموه ضد الاريوسيين و فرقة السبيلية كان اول ظهور لهذا المقطع في نسخة يونانية مترجمة من نسخة لاتينية لمجلس لاتران عام 1215 ميلادي بالفخر رأم تليتي بيقول لا نجد المقطع من جميع المخطوطات النسخ القديمة السريانية القبطية الارمينية الاثيوبية العربية الاسلافية باستثناء اللاتينية و لم يتم العثور عليه في اللاتينية القديمة في شكلها المبكر عند ترتليانوس كيبريانوس وأغسطين أو بالفولغاتا كما أصدرها جيروم مخطوطة فولدنسس المكتوبة في عام 546 ميلادي أو في نسخة أمياتينوس المكتوبة قبل عام 716 ميلادي ولا نجدها في النسخة التي راجعها الكيون في القرن التاسع وبعد كل هالشي منكون بفضل الله دعسنا على رأبة هالنصراني أبو شنب أورغانيك وأكدنا أن الفصل اليحنوي تمت إضافتها بعد قرون من موت المسيح وهي منى وحي إلهي من عند الله وبكون أثبتت جهل وكذب وتدليس حفيد راحاب وراعوث وثامار وبث شبع وبكون كمان رشمتها النصراني رشمي ما حينساها طول عمره واسمحولي بهالمقام اشكر زيت الميرون يلي سهل عليها المهمة ورسالتي لحفيد سوسو يلي كان بتكع على حضن الرجال لا تفكر بيوم من الأيام ترفع عينك على أسيادك وحاول تروح على قبر هالقديسين اللي عم تستشهد فيهم وتعملهم بلاغات وبكون بهالحالي لقحت هالخاروف أبو شنب أورغانيك بشكل سليم ووصل بفضل الله للشهر التاسع تحياتي الله أكبر